السلام عليكم ومن شرعكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وتكونوا كامل لبس فيديو اليوم فيديو خاص جدا نعتبر اهم فيديو في القناة اللي متشوفوش راهي ما شايفت والو هذا الفيديو نعتبر دورة مجانية في الودين كيك هذه الدورة للكثيرات منكم حابين يديروها لكن بسبب ارتفاع اسعار هذو الدورات يعني للاسف بزاف اخوات ما يقدروش يديروهم فاليوم كل الاسعار ستكون موضوعه في هذا الفيديو فانتمنى ان شاء الله انكم تعطيوه حقه تتفرج جميع النصائح جميع الاسرار اللي فيه واكيد راكم رايحين تتعلموا ما شاء الله بعد فيديو كيكا سعد ميلادي اللي دانا كيك ديزاين بسيط الكثيرات منكم جربوه ونجحو فيه من اول مرة هذا راح يكون فيديو تابع للفيديو الاول تقريبا نفس الطريقة لكن الذواق مختلفة اليوم بين نكهة الشوكولة والفرامبواز بين نكهة الفاني والكارامل والجوز يعني عندلكم كيكتين كل واحدة راح تكون بالنكهات وبوصفات الوصفات راح يكون مكسبين في صندوق الوصف الضغط فقط على عنوان الفيديو جميع المقادير المضبوطة راح تكون مكتوبة فان شاء الله تستفيدوا من جميع المعلومات طبعا هذا الفيديو كان اصعب فيديو صورته على الاطلاق لانه فيه الكثير من المراحل كثير من المعلومات فان شاء الله يكوني سهل ويفيدكم كامل تلقيوا الأجوبة لأسئلتكم فابقاوا مع الفيديو نبدأوا مرحلة بمرحلة في هذه لابيس مونتي ونقولوا بسم الله ونبدأوا على بركة الله بالنسبة لابيس مونتي طبقة الصفلية والعكيك الصفلية وعبارة عن جنواز بالشوكولة يعني بالكاكاو والجنواز العلوية هي جنواز فاني بالنسبة اللي سيرسو اللي خدمت بهم السيرسو الأول الكبير في 16 سنتيمتر والسيرسو الصغير في 12 سنتيمتر سنطيف فيهم الكيك يعني مكله نشري مول السيرسو اللي سنطيف به المونتاج ونطيب به كما شفتون نضيف لهم بابيس كويسون ونزيد لهم بابيس كويسون بهذا الشكل ونزيد البابيس كويسون في التور كبيره كبيره تاع المحسن الغذائي شوفو مايشمع مره بزيف بزيف وعندي أيضا كيس خميرة كيميائي حبيت معتلكم فقط لعلبه لأخوات اللي ما يعرفوش المحسن تاع الحلويات راهو يباع في كل البلدان يعني كاين حتى ليقولوا لي احنا من بلد آخر منقواش راهو معروف يعني رحوا عندلي يبيعوا لوازم الحلويات المحسن كامل يعرفوه نبدأوا بسرعة ما شاء الله في مدة دقيقتين يعني يضاعف الحجم تاعه وقوام تاعه متماسك بالنسبة للأخوات اللي قالوا لي في الفيديو ليفاس إذا نقدروا نستغنائوا على المحسن الغذائي نقولكم هو سير في هذه الوصفة لأنه مستحين خلطوا جميع المكونات على مرة ونتحصلوا على هذا القوام كمية اللي نحطوها هي كمية صغيرة يعني ما تضررش بالسيف لكن من بعد رح يعيونها بسيف ربحا للوقت أيضا ما شاء الله الحجم يضاعف نخدمه بكمية قليلة على البيض ونضير كمية مليحة على الجنواز كذلك الجنواز على الجينة متماسكة متهبطنا ما شاء الله يعني يعني رح يعيونها بسيف بالنسبة لهذه الجنواز كما راكم شوفوا الله يبارك كيف الضاعف الحجم نزيد ملعقتين كبار كاكاو البني اللي مددنا النكعة الرائعة للشوكولات ونحط ملعقات كاكاو الأسود على جل اللون أنا نحب الجنواز سيعي يكون لون تح أسود لا يكون لون تح بني بش من بعد نكسم هالطبقات يجيو يشهيو وأكيد ما نقدرش نخدم بالكاكاو الأسود وحدو لأن نكهة ما هيش مليحة بزيف كما راكم شوفوا كنت نخلط بهذا الشكل وريح نزيد تقريبا 15 ثانية فقط والوصفة سعيرة هي جاهزة رايح نفرغ في السيرسو رايح نشوف بلي راح يتعمر للنص يعني السيرسو تاع 16 سنتيم يلزم له 6 حبات بيض كون تدير 7 حبات بيض الكيك تاكم رايح يفايض أيضا مش يطيب لكم مليح وستحب بيض حين يكفون نحن يبير كون ندير خمس طبقات لكيك يعني بعد نقسم تحصل على خمس طبقات طبعا أنا في هذا الوقت كنت شاعلت على الفرن تعالي لدارس حرارة 170 180 يعني متوسطة ونجعل الفرن سخن مدة 10 دقائق بما الوصف الأول سهل بالبتخن والكثير من الأخوات ما عندهم شالبتخن هذي المرة سنضر لكم الكيك الصغير تعالي بالبتر بشوفوا بعينيكم اللي الوصف رهي ناجحة المقادير كامل نص عندي هنا 3 حباز بايدن الحجم المتوسط عندي 90 قرام تاع السكر عندي هنا الفرنة نضر كمية أكبر لأنه ما كانش كاكاو فدرت 120 قرام تاع الفرنة نصف كمية كيميائية وأيضا ملعقة لفاني وملعقة صغيرة المحسن كامل على مرة نضح بالبتر دقيقة ونص دقيقة لقوم للحجم الضعف يعني الوصفة رهي ناجحة بالبتر للأخوات اللي سقصو في الفيديو اللي يفات يعني حتى لما عنده البيتر تقدير الوصفة شوف الله يبارك كيف يضاعف الحجم والسير ستاعي ويضاعف بشكل رائع كيف تعرفوا بلي مش ستفيد معاكم كيف تحطوا الكمية يجيكم في نص ساع السير في النص قد قد إذا فاتت النص اكيد ستفيد بالنسبة للطياب كنت طيبتم أنا مع بعض حطيتم في صينية واحدة على درجة حرارة 180 وخلي تم يطيبو مدة ساعة حتى الساعة وعشر دقائق يعني المول الكبير ديلي أكثر من المول الصغير بالنسبة لقناش اللي رايح نحشي بها يعني الكيكا الكبيرة حتكون قناش بيضاء ف لهذه الوصفة وش عندي عندي 500 قرام تاع أوبلان دي منستعملها جني أفضل نوعية تاع كريمة سائلة موجودة عندنا مع 125 قرام في جي كاو يعني تستعملوا الوجدين لا شوكودادا ولا أي نوعية تحبوها 125 قرام يعني ربع كمية الكريمة السائلة والتي تحطيت 150 قرام بتاع الكريمة السائلة نحط حتى نتغلي مليح مشي تسخن حتى نتغلي نصب عليها 125 قرام تاع الشوكولات البيضاء مع رشة الملح ونصد نضوب لشوية شوكولات بعد نخلط بهذا الشكل الرشة الملح تخلي نقص بزيف الحلاوة ونخلط حتى نضوب كامل كمية شوكولات ونزيد الكريمة السائلة الباردة غير بشوية بالنسبة لها نخلي ها ليلة كاملة في الثلاجة نغطيها بابي فيلم وأقل نخلي مدة 6 ساعات باش نطلعها ونحشي لها نحشي بها الكيكة العلوية تعنا 300 قرام الكريمة السائلة نضيف نصف كمية تغلي مليح ونضيف 200 قرام الشوكولات بالحليب استعملت بالحليب ليس السوداء واستعملت أمباسادور من المستحسين من المستحسين أنكم لا تخدموش هنا بالفيجيكا بعد ما تغلي مليح شوفوا يعني نضيف كمية شوكولات مع الرشاة الملح نسنح نضوب شوكولات بعد نخلط كمية شوكولات سنزيد باقي كمية الكريمة السائلة الباردة إذا تولهت أنه الكمية أقل لأنه الكيكة العلوية سيقنع سيقنع ليلة كيملة بعد نغطيها أكيد بابي فيل أيضا من التحضيرات المسبقة لنقبل السيرو فهنا درس ثلاث كيسان كبار تاع الماء مع كاس ونص ساع السكر مع تاع القارس نخلي ونغلي ونحسب لها مربوح ساعة ونطفي ونخبي 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 حتى السيرو يكون بارد يكون أحسن في الوصفة خلاص ساحذيرات الليلة من قبل الغدوة سنكمل بيس من تيتيغي وأول حاجة نديرها أصباح نبدأ بلا غاناج لأنه لازم تبرد هذه غاناج واحد أخرى تاكبي هي غاناج تاع الفوراج هذه ذوكات تاع الكوفيرتور تاع الكيك فبالنسبة للوصفة فيها 650 جرام من الشوكولة البيضاء أنا استعملت الوجدان 650 جرام مع 325 جرام أمباسادور سودي وعندي 390 جرام تاع كريمة سائلة نحط كلش مع بعض في حمام مائي حتى يضوب كلش وأكيد لازم مرة على مرة نقلب بالشوكولة تاعي يضوب بشكل جيد فنتحسطوا على هذا القوام حتى أنك هتكون رائعة يعني المسيج ما بين الشوكولة البيضاء والسوداء رائعة جدا سوف نجم بين 3 حتى 4 ساعات حتى نقوم تقريبا يولي كما نوتلا ثق نخدم الزنزر في الكيكا الكبيرة بطعم الفرامبوز يحوصوا على وصفات كيكا كيف 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 الفرامبوز بات برو أول مرة نستعملها كونجلي كما راكم نشوفوا في العلبة هي كونجلي وحنا تحسوا بليط طعم الحقيقي تاع الفرامبوز نفيهم شليزاروم يعني الطعم الأصلي لها كنت استعملت أنا 400 قرام رايح نخليها حتى نضغلي والضوب مليح هذه الوصفة نحتاج البيكتين أكون تلقوها عند اللي بيع لوازم الحلويات تلقوها عندهم كامل جي القوام يكون متماسك بصح القوام يكون أحسن الجيلاتين يعني بعد نقسم الكيك لا يوجد شيء يسفد تزهول العكس القوام يجي رائع نحتاج منها 20 قرام مع مغرفة كبيرة سكر غلاس نخلط مليح نضغط مليح نضغط مليح في مول ويكون على شكل دائري ويكون أقل من 16 سنتيمتر لكيك السفلي هنا بعد نضغط الفائدة تحتاج لكيك لكيك سيكون مليح في الوصفة لنضغط مليح من المستحسن تخدم مليح كما درسنا نضغط مليح كمية تقسمتها لاني حبي تقوم مليح نضغط مدت ساعتين في هذه الأثناء وليت لقناش ساعي لكنس بيت مليح في الثلجة سوف نضغط مليح الملاحظة التي سنتهي لكم سمعوها مليح الوصفات مضبوطة ممنوعة تنقص وصفات يتبدل من وصفة من نوع للشوكولات الشوكولات البيضاء ليس كما الشوكولات السوداء كل وصفة مختلفة على الأخرى علي بها مقادير يعني بالضبط كما درسم أنا البيض لكن أكيد تعمل الفرس الفرمبواز الكيوي البستاش يعني نكها لحبيتوها مثلا تقدروا زبلة لوتوس أو نيوتلا أو هذه الأنواع لكن الوصفة يجب كما يستعمل كما راحي خاصة بالشوكولات بالحليب يبارك القوان فقط صبروا عليهم إذا بالبيت طلعوهم على مهلكم تحصلوا على القوان ما شاء الله ومن بعد يجيب متماسك في الكيك بكاعة وتوليت اللي جنوى السوعية بعد مطابولي وخليتهم لي لكيميلة فقط يخرجوا من الفرن حاولوا تنحيو لهم هذيك البابي أليمنيوم يعني تحلوه بعد هذيك البلاصة اللي يكون فيها الأليمنيوم وتخليوا الكيكتا كما شفتوه والله يبارك صراحة نحب زف الكيك في نكهة الكاكاو لانه القوان يكون مختلف على نكهة الفاني انا بالنسبة لي كاكاو راوم وحسن لانه الله يبارك الكيكتا وشوفوه يكون يعني متماسك القطعة الواحدة يكون فيها 1.5 سم نحتاجه خمس طبقات يعني لازم تخرجوا خمس طبقات ماشي ربعة و ماشي ستة نفس الشيء بالنسبة يعني الكيكتا يكون تكسمتها بكارة نبدأ بالمونتاج نحبو نخصه نجيبو الديسك اللي هو اهم حاجة في هذي الوصفة ولا في هذي الطريقة انو ناخد مبدي الديسك هذو الديسك هما اللي يعاونونا بشي الشكل تعني يكون أسطواني متساوي تعني الكيكا قد قد متينيش ميلة فداي من الديسكتاكم يكون زيد 1 سنتيم يعني انا عندي ديسك من تحته 17 سنتيم ونحتاج واحد من الفوق ايضا نحتاج الالبابي غيتار باش نديرو في الحواف باش نديرو ثم اذا ما عندكم شوش تديرو تشريو اه الورقة الولادة بتاع البحوث الشفافة هي نفسها اللي خدمت بها بعدها تقصوه يعني زوائد كامل يكونوا عاليين على السرسو تقصوه بكات جبس الكيكا كما راكم تشوفو ولا ما تنسوا انكم تحطوا كريمة في القاعدة باش نبعدها ما يتحرك لكم ش الكيكا تحطوا قبل شوية كريمة وبعدها الطبقة الجنواز اللي نشربوها مليح بالصيرو بعدها الكريمة بما انه عندي خمس طبقات سيكون عندي أربع طبقات محشيين فنقسم الكريمة اهلا ربعة طبقة الاولى نديرو غير الكريمة وطبقة ثانية تالي زنسير فخامبواز فندير غير شوية على الكريمة بعد ان نجيب الزنسير التي يريحها الأقل مدة ساعتين نزيد شوية على الكريمة نقسمها على زوج بهذا الشكل ورايح نكمل بنفس الطريقة نضيف نضيف كيك نشرب مليح هذي الطبقة ندير فيها غير الكريمة والطبقة الأخيرة نضيف فيها الفخامبواز بهذا الشكل وشربوا على كدما تحبوا كيكات شربوا وبنينة وهايلا ما شاء الله شوفوا نزيد شوية بركز على الكريمة واخر طبقة تالجينواز طبقة الاولى واخرطة تخيروا افضل طبقة عندكم لسكن مستوية و باهية نضيف 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 و نضيف المرحلة مهمة كيكات مستوي نضيف كمية و نضيف و نضيف نضيف أنتحصل على سطح مستوي هنا نضيف ستعجز مدينة مدينة سوف ندخل هذه الكومرا مهمة في الوصفة لان الكيك اذا لم تريح الكريمة سوف تخرج سوف نذهب للطعم الفاني يعني هذه الطبقة بزيف حبوها لضاقوها لانه بنكهة شوكولات الكراميل الجوز مقرمشة وهي لا فنفس الشيء دائما نحطو ديسك نحطوها في قيطاغ الديسك سعير المرة 13 سنتيمتر بهذا الشكل وشيحة نحط النكهة على فاني نجير لها السيرو نحط من الكريمة نحط كمية مليحة من الجوز المحمص انا كنت اصدرتو في الفرن وايضا نحط كمية من الكراميل برسالي الكراميل مسكونش حلوة بزيف تمد واحد البناء للوصفة وش نقولكم وتكملوا كامل الوصفات فقط بالنسبة الديسك اذا ملقتوهم مش مصوفرين ولا ملقتوش مقاييس الخاصين بالديسك ولا بزيسو انا كنت خدمتوهم عندما ديكو فنخلي لكم صفحة تاحا ان شاء الله في صندوق الوصف اللي يحبوا يخدموا هذو اللي ديسك سيخ كوموند وايضا السعر ساحوم رح يكون بزاف رخيص مقارنتين باللي يتباعوا لانو انا شخصيا مليقتش 13 سنتيمتر كنت كومونديتو كملت الطبقات كامل كيف كيف يعني كامل فيهم الجوز الكراميل ودائما نخلي هذا كنسب سنتيمتر ونحط فيه لغاناش شوفوا دائما نحط كمية كبيرة ومبعدها نحي كامل الزوائد نتحصل على سطح مستوي ويروح سيرسو تاعي للكونجلاسور يريح ايضا مدة ساعتين هنا ولينا للكيكا الكبيرة بعد مريحة تمليح حنا باش نحيوها بسهولة فقط نجيب موس ملفوك باش نمشي هذيك لغاناش كما راكم تشوفوا بهذا الشكل ومبعدها نولي نضغط شوية باركنجب تسيرسو وهذي المهمة تاع البابي غيطاغ انو نحي سيرسو تاعي بسهولة لانو كما نقولو احنا يزلق فيه طلعوه للأعلى تنحيوه بهذا الشكل وذكا راحي نبدو اهم مرحلة في الكيك مرحلة لغاناش اللي تمدنا الشكل المستوي للكيك يعني الكيك يعني كيفية يكون واقف ميكونش طايح هذا وسر وكاح نجيب الديسك تاعي الدوزيام اللي هو 17 سنتيمتر نحاول نحطه في الوسط شوفوك شعاني نساكد مليح ونجيب لغاناش كما قلت لكم تولي تقريبا بقوام نوتلا على بها الصباح اول حاجة بديس بها هي بشيارب تبرد لي وتسميسك لي نتحصل على هذا القوام نبدو نحط غير بسبعة شوية نحاول كيفش منجيس شاك الكريمة كما راكم تشوفو حتى نغلف كامل الكيك وكالختمة اللي رايحين نركز عليها انو نعمر هذك الفراغ بين الديسك بهذه لغاناش في كل مرة حين نستعملوا ليسير غاناش اللي يعني نخدم به كما راكم تشوفو يعني هذي الأداة رايحين مهمة بزيف بزيف في كل مرة ننحي في الزوائد تاع لغاناشهم بعد كين نحي وراحين يبينونا فراغات رايحين نخدمو باش نعمرهم ثم في الأخير هح نعم هذيك القصوين نتاعي كامل بلا غاناش وينسكون كامل مستوية هذي اهم حاجة علي بها لديسك يعونوناكين حتى المحترفين لي يخدموا بلا بهم صح انا ننصح جميع المبتديئات انو يخدموا بهم يعني هذي الوزائيل مهمين جدا ليهما الميزين سيرسو ليديسك وليسير اغاناش اذا ما عندكمش هذو الربعة مديروش الوصفة ننصحكم يعني لانو هذو هما اللي يسهلوا عليكم الوصفة واللي نأكد لكم اذا كانوا معكم رايحة تنجح لكم يبلميا في الطعام في الشكل وفي الذوق فشوفوا لايبير كيف شليسيتوا ايضا خليسوا يريح مدة ساعة كاملة في الكنجيلاتور وايضا كنترس الكيكا الصغيرة تاعنا ومبعدا وليت نحيت القطعة تعد ديسك كما راكم تشوفوا اذا لقيتوا فارغ تقدروا تعمروا بلا غاناش انا نحيتوا مباشرة سجمتوا برك شوية من الفوق وذكاري حنجي ندير مرحلة تزين طبعا الكيكا اقول لكم صغيرة ايضا رحي جايزة وكنس ايضا ريح بالنسبة فقط لقناش هذه التي تخليها في الكنجيلاتور ستنشف تماما جيكم واكفة متماسكة جيكم حتى شوية هكذا يبسى صح نبدأ في الاكل سكنطرية يعني هي الصح اللي نغلف عليها عجينة السكر فاول حاجة رح ندير الطريقة الكلاسيكية لتغليف الكيك ديساين هنتبع طريقة سهلة بسيطة كين اللي يديروا طرق مختلفة تعيقلب الكيك وتفاصيل كثيرة فانا وجدرت كنت حليت قطعة ملكيك النسب سنتيمتر ودرت دائرة باش نحسب يعني القطر كنت خدمت بالديسك تاعي 17 سنتيمتر كما شفتوني قطعتها بكيتود وكنا حطيتها على الكيكا يعني هذي عجينة السكر فقط الكيكا كنت لها شوية بركتاع الماء انا نحب نلصق به بسح كمية قليلة خلاص يعني تقريبا ما تحطوش غير قصبر كما يلصق فكا باش نديروا على الجواني بايضا حافيس كمية قليلة ومتشي بزيف ومبعدا وليس حليت عجينة السكر كما راكم تشوفوا بشكل طولي نحاول اني نعرف يعني ترزعي قداش فيه بهذا الشكل بسطة حليل رايح ندور عجينة نحي زوائد ونغلق عليها بهذا الشكل كليل انا نخيط في هذه البلاصة شوفوا نولي نسكر غير بيدي واكيد عندي زوائد فبما انه عندي زوائد دخلتها الكنجلاتير مدة خمس دقائق وعودت خرجتها هنه وش صرا لاباتاسيك خطيري شوية جمدة فوليت ومتماسيكا مشي يعني سخونة كي يبسط لي وليت نحي بالكيتر بهذا الشكل شوف الله يبارك فش تتحصل على قسطوينة طريقة سهلة بسيطة جدا والشكل يكون ما شاء الله كيم بزيف طرق بصح عنا بسطتها عليكم بالنسبة يعني للكيكا العلوية كنت استعملت هذ المول اللي يعطينا شكل الشجرة كنت شريته لكن طريقة تعتغليفة حسكوا مختلفة نجيب قطعة من عجينة سكر اللي نعتها لكم في اول فيديو اسمها بلو بيت اللي حبوا يعرفوا الماركة هي ماركة سوركية فهذه القطعة رايح نحلها للمول بالذات كما راكم تشوفوا بواسطة حلال باش مبعدة اللي ديطاي كامل تعلموا ليبانو نحيو نوليو نقصوا عذوك الزوائد نجيب الكيكا تاعي ونغلف بطريقة عادية جدا كنت شوفوا هذي القطعة الاولى طبعا كنت درس على فكرة دائرة مثل الحكاية ساعد ديسك نقصوا بكتر ونحب الطبقة العلوية الدائرية وبعدها نكمل بنفس الطارق اسمها في الاخر قدش من واحدة ختمت ختمت ثلاث قطعة ونلصقهم مع بعضهم لانو الشكل شجرة الفارغ اللي بنتهم مش عايحيبان بعد الزوائد رايح نقسمهم بيدي فقط يجي شكل عشوائي هو الشكل اللي شفته في الاول يبان كأنو تشوفوا نقص برك اللي يجينا بيدي تقريبا نخلي واحد سنتيمتر بهذا الشكل ونستخدم هذا الملمع ديرو كابتشور علي دايما تقصيوني على النوعية تعوني نحتها لكم ديرو عليها كابتشور تلقيوه عند اللي بيعوا لوزن الحلويات وانا كنت شريت جميع يعني الوثائق اللي خدمت بيهم فالوصفاتي اليوم نعند فتافية تعمالي زيالي سكنو هنا في الطيف عندو كلش يعني اي حاجة خدمت بها كنت تلقيوها عندو بعد هذك الملمع بوسطة فورشيات ولا بين سوبرك رايح نعقب على تور تاع الكيكاتيري وهذا مكان بوكال الكيكاتيري اللي فيها 14 سنتيمتر والكبيرة اللي فيها 18 سنتيمتر اسم الفرق بنتو مربحة سنتيمتر يعني رايح نخلي 20 سنتيمتر في كل جنب ونحسب بالمستارة باش نعرف ونحط الكيكتيري وباش الكيكتيري يكون كما يقولوا حيك ما روحوا اصلاً هغاناش على هنا جيحة وحدنا غير طبقة واحدة سما نقدر ما نحطش هذولي بايات كما نقدر نحطهم أنا عطيت لكم فقط الفكرة ديت لكم واحدة وانتما تقدروا تديروا في الوسط يعني قدش من واحدة باش تضمنوا ان الكيكتيري كما يطيحش كما راكم تشوفوا كاين ري لسقوا بين الكيكا والكيكا بلا غاناش اللي درناها قبيلة انه ما تلصك تحيش لانه اللي بيلي مش هاي حطيح معيه وهنا هذا الورود الحمرة الجميلة اللي نهديها لكل واحدة فيكم راح ندير بها تزيين بسيط للكيكا حبيث حاجة كلاسيكية حاجة مليحة مناسبة لحفلات الزواج حفلات الخطوبة ايضاً كنت زيين هذه الفيدور كنت حطيتها شوية قبل الورد يعني الورد حبيث نخدم بالورد الطبيعي لانه يبقى جميل وافضل جميل منحبش بزيف نخدم بعجينة السكر واصلاً الورد واحد ورام يديروا له دي فورمسيون بش يسعلموه واخيراً بعد عدة مراحل وصلنا نهاية هذا الفيديو ان شاء الله يكون مفيد لكم نشكر جميع اخوات اللي يبقى هذي اللحظة وهو ما يتبهوا في جميع المحلومات ويستمعوا فيها فنقول لكم معطيكم مصرحة ان شاء الله تكونوا استفدتوا اذا كم حبيين تجربوا هذا الوصفة تشوفوا الفيديو مرسين ثلاثة راحة تتضح يعني صورات وراكم عايحين تفهموا كثار بالنسبة للوصفة اكد انه مقاديرها مضبوطة فما تغيروا فيها حتى حاجة مناسب لحفلات الخطوبة للاعرس النكهة والبنة ما شاء الله يعني اللي مزوق من بره وش حوالك من داخل نقول لكم بنا عظيمة ما شاء الله حتى اني صورتوا لكم بعد ما قطعتوا فان شاء الله هذا الكيك يكون يعجبكم وتكونوا تعلمتوا كان الصعب فيديو صورتوا دامني وقت وجهد وطعب لكن ان شاء الله يكون فادكم في الاخير نقول ما زلت نسلنا في تطبيقاتكم كما يعني بعثوا هالي في كيكا سعد ميلادي وأيضا عني نسلنا في هذه المرة في اخر هذا الفيديو نقولكم ما تنسونيش من صالح تعاواتكم موسيقى موسيقى